نعم طيب سيد أحمد يعني بالنسبة للأفراد كيف ممكن أن نحمي أنفسنا من مخاطر التجسس والهاكرز على تيك توك والمنصات الأخرى أيضا طيب هو بصفة عامة طبعا في نصائح عامة بنقولها لأي حد بخش على الإنترنت وعلى المنصات التواصل الاجتماعي أول حاجة يحمي بياناتك بأن أنت ما تنشرش بياناتك من الأساس يعني أنا في ناس بتخش على المنصات تنشر هي عملت إيه وأكلت إيه وبتحب إيه ورحت فين وتحكي قصة حياتها كلها على المنصات التواصل الاجتماعي فأنا نحن بيقول للناس لا أول وسيلة لحماية بياناتك أن أنت ما تنشرها واش يا موضوع سهل جدا ما تنشرش بياناتك لأن البيانات اللي أنت بتنشرها دي مش بس هي خطر سبراني أنا مش بقول الخطورة في أن أنت مثلا حد هيخترق الحساب بتاعك ويعرف الباسورد بتاعتك ويخش ياخد حسابك أنا ممكن لو عرفت معلومة على حد مثلا أنه هو متعصب في كرة القدم مثلا ممكن استغلالا لهذه المعلومة أتصل بي بالتليفون واستغل حبه وحماسه لكرة القدم في أن أنا أنصب عليه استغلالا لهذا الحب مثلا على سبيل المثال فأي بيانات أنت بتنشرها عن نفسك بتعرضك لخطر النص بخطر أنك تبقى تحت رحمة الهاكرز وما إلى ذلك الحاجة الثانية بقول للناس أنت طول ما أنت على أي منصة فعل خاصية اسمها two-factor authentication أنت ما تكتفيش بأن أنت تعمل يوزر نيم أو باسورد لكن كمان فعل خاصية أن هو يبعط لك على الموبايل بتاعك يعني تأكيد أن أنت صاحب الحساب عشان لو تم اختراق الحساب بتاعك وحد عارف الباسورد برضو معرفش يخترق الحساب الكامل دايماً خلي التطبيقات بتاعتك والموبايل بتاعك up to date يعني لو الهاتف بتاعك طلب تحديث نزله فوراً لو التطبيقات بتاعتك طلب التحديث نزلها فوراً لأن أصحاب القائمين على هذه التطبيقات بيبقوا دايماً عارفين لو في صغارات أمنية ظهرت أو حاجة فبيقولوا لك إحنا أفلناها في التحديث الجديد فنزله فما تكسلش تنزل التطبيقات ما تنزلش تطبيقات من خارج الستور اللي هو الجوجل بلاي أو الابل بلاي يعني الابل ستور ساعات بلاي ناس بتفرج على فيديو مثلاً لو واحد يقول اعرف إزاي مين مثلاً دخل على الفيسبوك وعشان تعرف كده نزل التطبيق هتلاقي الرابط أسفل الفيديو مثلاً اوعى تنزل أي تطبيق ما تعرفوش فالإن ده في منطقة الخطورة ممكن نزل عندك تطبيقات ضرّة فيروس حاجة بوزلك الجاذب بتاعك تعمل لك صغر أمنية مهم أيوم ما تصقش في حد على الانترنت أي حد يقولك أنا لاجئ أنا محتاج فلوس أنا هديك فلوس أنا هكسدك فلوس لا تصق في أحد على الانترنت وكمان الحتة اللي مرخوش كتير على المواقع اللي إيه بيقول لي نزللي كوكيز يقولك أنا بستخدم الكوكيز هنزلها عندك قدر المستطاع دائماً أرفض إن حد ينزل عندك كوكيز دائماً أرفضها ما تنزلهاش إن ده برضو بتعرف المواقع أنت بتحب إيه وتكره إيه وتفضيلاتك فأنا برضو بنصح الناس يعني أعمل رجيكتي للكوكيز دي ما تقبلهاش ببساطة